اشتركوا في القناة في هذا الكتاب بيشرح هوفمان حقيقة ان الحواس البشرية وعملية الادراك لا تعكس الواقعية لانه هذه الحواس محدودة عملية الادراك فيها الكثير من المشاكل الصورة التي تكونها عن العالم داخل عقلك ليست العالم الخارجي لكن لأي مدى ممكن تكون هذه الصورة مغايرة حسب كوفمان هذه الصورة مختلفة تماما او الصورة التي داخل عقولنا مختلفة تماما عن العالم الخارجي او الحقيقة النهائية الموجودة خارج عقولنا حتى اشبه الامر او ابسط الفهم اذا كان اذا تصورت ان حجمك اصبح صغير جدا الى مستوى الذرات ممكن ترى ذرات تتحرك الى يمين ذرات تتحرك الى الشمال لكن في ذلك المستوى لا يوجد معنى اصلا لليمين او الشمال لانه لا يوجد مرجع اساسي للحركة هناك التنسيج الواقعي النفسه عندما يتشكل في هذا المستوى لا يوجد حتى الزمن لا يوجد الوان اصلا لا يمكنك انك ترى شيء اصلا لانه الضوء او فتونات الضوء اصلا احجامها اكبر من احجام هذه الجزئات مدون الذرية بمعنى انه على هذا المستوى يوجد فقط تفاعل وعشوائي بين المادة والطاقة لا تستطيع انك انت ترى اي معنى او اي نمط مميز لكن عندما تعود الى الحجم الحقيقي بتجد انه ممكن هذا يمثل جريمة قتل ممكن يمثل لقاء بين متحابين وممكن تجد بانه مسرحية لشيكسبير او المفارقة الموجودة في ميكانيكا الكام المعلومات والحقائق الموجودة في ميكانيكا الكام ليس لها علاقة اطلاقا بالتجربة اليومية البشرية او بالمنطق البشري لكن على المقياس الحقيقي بتبدو لانا الاجسام صلبة وصلابة الاجسام ايضا وهم بالمناسبة فكل هذه الاشياء اللي امامك او هذا العالم الذي يبدو منطقي وبيبدو الزمن فيه بيتحرك بطريقة واضحة وبتبدو السببية الظاهرة هذا غير موجود في المستوى الذري او المجهري لكن كوفماند بيناقش الامر الى مستوى اعمق اعمق من الذرات حتى لان الذرات ممكن قياسها او ملاحظتها بالطريقة العلمية فالحقيقة النهائية للاشياء او الطبيعة النهائية للواقعية مختلفة كل الاختلاف عن عالمنا الحقيقي الموضوعي اللي بنعيشه ضمن التجربة البشرية السؤال الرئيسي لماذا؟ لماذا عقولنا تعمل بهذا الطريقة؟ لماذا لا تستطيع عقولنا تدرك الطبيعة النهائية للاشياء؟ حسب كوفماند هذه هي سبب هذا الشيء الطبيعة البشرية الناقص هذه سببها تطور الانسان او عملية التطور كون كائنات بتسعى فقط للتكاثر فقط للحصول على الغذاء والبقاء المعرفة النهائية للاشياء او معرفة بواطن الاشياء لا تساعدنا على البقاء ليس لها قيمة تطورية لهذا السبب الغالبية من البشر بتعيش في عماء كامل عن ادراك الطبيعة او بواطن الاشياء وهذا الشيء قام به هو وفريق له بعمل مجموعة من السيميوليشنز من المحاكات الرقمية لنماذج من الكائنات وضعت في عوالم افتراضية وكان في اختلاف بين الكائنات هذه من ناحية قدرتها على اكتشاف او رؤية الواقعية كما هي وجدوا ان بعض الكائنات عندها القدرة على رؤية الواقعية كما هي تماما وبعض الكائنات ليس لديها القدرة السوى على رؤية ما ينفعها للبقاء وجدوا ان الكائنات التي رأى جزء بسيط من الواقعية هي التي تستطيع التكاثر هي التي تستطيع البقاء فإنّ سيتم على حيات القادم أرى عبادة على حيات المبطوح لكن اختيار Take فإنّ سيتم لا ترونه وحيات المبطوح ورّدت من ضمن الحيات المبطوح تخطروا في إقواطن الأربع لّا كانت أمي قد وحياتي فإنّ سيئران أكثر عبادة والمعبات الأشياء وعندما تتحول الوصول عن الأناس وانا أحسن نبديه الموظفة لأحسن أن تتحول الوصول على بيضا لكن الخراب بالأرسن من العالم في مجتمع في المشروع في الوصول مهادك ان تشترك في الوصول حتى زعي مجتمع في الوصول على العالم فإدراك الطبيعة النهائية للأشياء ليس أساسي للبقاء بالعكس هو يعمل ضد بقاء الإنسان لو فكرت فيها بنفسك لو أدركت أنت مثلا حقيقة أنه العالم الحقيقي أو الطبيعة الحقيقية للأشياء ليس فيها معنى ليس فيها أشكال ليس فيها لون ليس فيها كل هذه الأشياء أوهام يخلقها عقلك من الواقعية الحقيقية ممكن تكون هذه الأفكار تعمل ضد قدرتك على الحصول عنوعية جيدة للحياة حتى الدراسات بتشير أن الأشخاص اللي عندهم نظرة واضحة للعالم من حولهم ولأنفسهم بتكون سهل عليهم أنهم يعيشوا بحياة أفضل وأنهم يحققوا أهدافهم بشكل أكبر يعني بأكد نفس الكلام اللي قاله هوفمان معرفة الطبيعة الحقيقية للأشياء ليست الثقافة للعامة هي ثقافة لفئة متفوقة من البشر فقط اللي بتستطيع إنها ترى الحقيقة الأشياء أو تعلم إنه العالم الحقيقي الموجود خارج عقولها مختلف بشكل كامل عن الواقعية اللي منعيشها أو مثل ما شبه هوفمان الأمر بالنظر إلى شاشة سطح المكتب على أي جهاز هذه الشاشة هي مخصصة للتفاعل مع مستخدم الجهاز هي الأيقونات والألوان والأشكال الموجودة في هذه الواجهة ثنائية الأبعاد لا تعكس المكونات الرقمية أو الإلكترونية الموجودة داخل أو الدارات الإلكترونية الموجودة داخل هذا الجهاز ما تقول فرضيات هوفمان أن الأشخاص اللي بيعتقدوا بأن الأيقونات اللي موجودة على سطح المكتب أو على الواجهة المستخدم هم الأكثر قدرة على البقاء لأسباب كثيرة خلال التاريخ بفعل قوة التطور لكن نحن نعيش الآن في زمن مختلف تماما قوة التطور لم تعد تعمل على البشر كما كانت في الماضي الآن أشخاص اللي بيعانوا من إعقاد جسدية أو إعقاد عقلية كانت لتردعهم من البقاء في الماضي أصبحت اليوم ممكن أنهم يزدهروا في المجتمع البشري اللي موجود اليوم هذا يعني أن قوة التطور ما عادت لتؤثر علينا اليوم وتمنعنا من الوصول إلى هذا المستوى من الإدراك وهذا المستوى من الوعي أن يصبح لدينا إدراك لطبيعة الواقعية النهائية أو الطبيعة النهائية للواقعية التي تقع خلف الجدار الواقعية التي نعيشها داخل عقولنا والتحدي الحقيقي في هذه الحالة هو قدرتك على إيجاد معنى وقدرتك على إيجاد وسيلة لكي تحيى وتزدهر ضمن الطبيعة البشرية وضمن الواقعية البشرية مع وجود مثل هذا الإدراك التجاوزي ملاحظة مميزة حول هذا الأمر وجدته في الكثير من المذاهب الروحية القديمة خاصة في البوذية هناك هذا القناعة بأن الواقع الذي نعيشه هو وهم وأن الذات هي وهم وغيرها من المعتقدات التي تشكك في طبيعة الواقعية التي نختبرها داخل عقولنا وهذا يعني أنه ممكن من خلال التنمية الروحية أو تجربة الروحية نكتشف الأبعاد التي تقع أو ندرك أن هناك واقعية تقع خلف الحواس والإدراك العادي لأنه خلال التجارب الروحية طريقة عمل الدماغ خروجنا من حالة الدماغ الواعي والمستيقظ إلى المراحل الانتقالية التي تعمل على إذابة الحواجز العقلية التي ترشح المؤثرات الحسية وترشح الطريقة التي نرى فيها الواقعية فنرى صورة أقرب للواقعية النهائية من الواقعية التي نختبرها خلال حالة اليقظة العادية بمعنى آخر أن الروحانية والتجارب الروحية بالذات هي إحدى الوسائل التي يمكن لنا من خلالها أن نختبر مستوى واقعية أقرب للحقيقة من مستوى الواقعية العادي الذي يختبر كل البشر طبعا حتى تتعلموا أكثر عن هذا الموضوع يوجد نسخة صوتية مجانية في موقع اسكرايب يمكن لكم الدخول على الموقع والتسجيل عن طريق الرابط الموجود في التعليقات أتمنى أن هذا الفيديو أعجبكم وأراكم في فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة